نرجو من سماحتكم توضيح الإرشادات والنصائح اللازمة واليسيرة لحفظ القرآن الكريم دون النجوه إلى شيء نعم نعم من أسباب حفظ القرآن الكريم ويوسر بالحمد لله طاعة الله عز وجل والبدو عن معاصي يقول الشافي رحمه الله الإمام الشافي الله عبد الله شخوتم إلى ركاء شوء حفظي فأرشدني إلى قط المعاصر وقال أعلم بأن منعب نور ونور الله لا يوتاه عاصر وقال مالك الرحيم والشافي إلى المحضر عنده يدرس العلم ويبلغ الأحاديث قال مالك الرحيم رحمه الله إني أرى عليك نور العلم تحذر أن تطفئ هذا النور بمعاصر والأعظم أكتاب حفظ القرآن وتحصيل العلم البعد عن المعاصر والمخالفات والمبادرة إلى الطاعات وأهم ذلك المحافظة على الصلاوات في الجماعات مع بذن والذين وعاصلة الرحم ومع الإكتار من ذكر الله ومع أداء كل ما يجب عليك من أم معروف ومهلا منكب ودعوه إلى الله وكفر عن محالي من الله ومن الأسباب الجبس الحفظ والمدارسة والمذاكرة تجعل لك وقت في الليلة أو في النهار على حد ما يتسقل لك تكون وقت مناسب بعيد عن الناس تدرس فيه القرآن على قلي قلي على صفحة صفحاتين تدرسها وتفذرها يقسمونك وقت مناسب وإذا تسفر معك صاحب تعينك ويذاكره ويدرس معك كان هذا أكمل وأفضل حتى تستعين بأخيك ويستعين بك في هذه المناكرة حتى تحرى كتاب ربكم ومن أعظم ذلك أيضا من أسباب ذلك الإلحاء والضراءة إلى الله وجعاءه سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا السيد تدرسوا إلى سبحانه في وضعات الإجابة في السجود في أخر الصلاة في أخر الليل يقول يا ربي حفظ لكتابه يا ربي أعني على هذا الكتاب يا ربي أعني ما ينفعني يا ربي فاق الهيدين تدرسوا إلى الله تبضعوا إلى الله هذه لا تسفر من أهم الأسباب أنا اشتركوا في القناة